بيرتقي فريق مارسيليا عفواً الفرنسي مع أتلتكو مادريد الأسباني في نهاية بطولة الدور الأوروبي على ملعب ليون بفرنسا وهذا في التاسعة إلا ربع مساء اليوم ويبحث مارسيليا عن تحقيق الفوز باللقاء وحظ اللقب الأول في هذه البطولة والثاني أوروبياً بعد لقب دوري أبطال أوروبا خاصة وأن المباراة النهائية تقام في فرنسا وفي المقابل يسعى أتلتكو مادريد لتعويض إخفاقي في حظ لقب دوري أبطال أوروبا عام 2014 وعام 2016 رغم الصعود الانهائي وحظ اللقب على حساب مارسيليا